ما وقعه هو اختلاف الرؤى وهذيك الاختلاف الرؤى كان واحد تشنوج نظرا للضغط على المناضلين ونظرا للضرف يهو هذه لم تكن هناك أي خيانة أي من باع ومن اشترى كيف تكون هذه الخيانة؟ من خان لا يواصل للنضال اللي خان كتلقاه سلته بشي بحالاته اخذ ذاك شي اللي اخداه ولا داره مع ذاك شي اللي داره وزات بحالاته أما اللي مواصل للنضال وبقي في ساحة فهذا غير غير ضيور على التنظيم وغير ضيور على الجسد ما يمكنش أن اللي خان يكون عنده هاد الوجه هذا دا بيهضر معاك به اليوم ما يمكنش أن اللي خان يوقف قدام ما غير يكونش عنده حتى سيكولوجيا الفيزيونومي دياله كيفاش يتكلمه وكيفاش يهضر غير تبانع له اللي خان معروفين اللي خانت هي الحكومة اللي ملتزمتش بالحوار وملتزمتش بالمخرجات دياله هو الوزارة هي اللي خانت اللي خان هو الذي لا يؤسف على لأنه بشبح حالته على تمريره لمجموعة من المخططات التخريبية اللي خانت هي الحكومة اللي خانت هي الوزارة هدوه من اللي خانوا احنا ما خناش احنا كنا عبرنا على الرقية ديالنا في الالتزام بما وقع في الحوار ديال 13 أبريل ولكن باش يخرج عليك شي واحد من مصالحهم ويتهمون بالخيانة ويخرج لوزير ويثقف الحوار فهدوهما من خان وهدوهما العدميين أما المناظرين الشرفاء في التنصيقية الوطنية للأساس الذي نفرض عليهم تعاقد مشي هما اليوم هربوه ولا بشا autre ولا راعدهم عمارات ولا لكبين على سيارات فخرة فاخمة أو لا فخمة ما كان عرفشا نقول اسمية ديالة فاخرة أو لا را اللي خانوا هما اللي كانوا بالأمس كيركبوا على السيارات واليوم كيركبوا على سيارات فخمة هذوك هما اللي خانوا العهد ديالة المغاربة اللي اعطوهم وخانوا عهد المغاربة اللي هي حكومات أو لا حزب العدالة والتنمية والذي مشي الخيانة دياله كانت غير اليوم الخيانة ديالهم في الحوار الاجتماعي الخيانة ديالهم بالاتزام على الأساس إذا المتدربين فيoles고 16 و 2016 الخيانة ديالهم بالاتزام على النقابات إذن فيسجل عليهم تاريخ الخيانة أما المناظرين الشرفاء ديالة نصيقية وطنية الأساس اللذين أفرض عليهم تعاقد ما زالوا مناظرين وما زالوا في شارع